بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم زكرا عبدالعالي أنذي بي أمبر كديرو ونواصل في دورة الدل في ويب ستونسيل لإنشاء تطبيقات الويب ووصلنا إلى الكريد واليوم إن شاء الله سنعمل كيف نعمل أنسرت وأوبدائد بسعمال أيضاً اشتيا ميكس في هذه المرة سأشرح لكم كود قمت بفعله لماذا؟ لأنني أسرع كثيراً في هذه الدورة ولتفرغ لدورة أخرى إن شاء الله حول الـ Auth0 فلذلك سأسرع وبعد ذلك إن شاء الله سنتوقف حتى نكمل دورة الـ Auth0 أساسه وبعد ذلك نرجع إلى التلفية لتناول موضوع الـ Auth0 jbt token أو Auth0 مع الـ Auth0 إن شاء الله وـ Deployment كيف ندرج التطبيق في Docker أو في ES إلى آخره إن شاء الله تبقى عملية الـ Deployment وـ Auth0 وهذا إن شاء الله بعدما نقبل دورة الـ Auth0 هكذا نرجع إلى الـ Delphi ونربطه بنفس الطريقة إن شاء الله التي سنستعملها مع الـ Blazor سعملناها بـ Page سعملناها لربط صفحة بصفحة الـ Query لا و Long لا الـ Commentary بسيط Required Required إن شاء الله هو الـ Roles هذا لحماية الصفحة Login Required و Login Required Roles و نحمي صفحة و نترك فقط الـ Roles المحددة هنا أن تصل إلى الصفحة إذن عندما نعمل Authentification سنشوف الـ Authorization و Authentication إن شاء الله هذا كل شيء في هذه المكتبة التي نعتبرها يعني بسيطة مقارنة مع ما يوجد في الـ Web بصفة عامة لكن كافية لعمل تطبيقه هي كافية لكن نحتاج أفضل يعني نحتاج أشياء أوتوماتيكية نحتاج مثلا الـ Directive Directive-if هنا لاحظ سأشرح لكم بعد قليل Directive-if لاحظ أن Directive-if هنا أحتاج أن يكون مزوج مع الأشياء مال لكن لم أوفق و سأشرح لكم كيف ذلك لاحقا إن شاء الله إذن نبدأ ماذا نريد أن نعمل سأغلق كل الصفحات نريد أن نضغط على زر Edit فيعطيني نافذة للـ Edit ونريد أن يضغط على زر New ويعطيني صفحة لإضافة الأسجلات Delete قبنا بعملها فنحتاج إلى Disaction يعني Action نذهب إلى الواجهة هنا ونحدد الأكشن التي نحتاجها قبنا الـ User Get تعطيني قائمة المستعملين الـ User Delete عندما نعمل الـ User من نوع Delete الـ Method تكون من Delete تعقوم بحذف سأعرض لكم أولا هي Method من نوع Method Tip هي Delete وعندما أضغط على Edit أريد أن أعمل Redirection فقط يعني Redirection لصفحة أين أستطيع أن أكتب فيها فلذلك سميتها User وعملتها Put فقط لأنني أريد أن أكتب يعني والـ Post هو Post سواء كان للـ Insert أو الـ Update يعني سأستعمل نفس الميثود للـ Insert والـ Update في الـ Race API غير صحيح هذا الكلام لكن هنا ليس هناك مشكلة إذن أصبع عندي Get All List يعني Get All Row Delete والـ Post اللي هو Save Save Modification سواء كانت تغييرات أو إضافة سجل جديد Redirection لصفحة الـ Edit إذن بما أنني سأعمل Redirection لصفحة الـ Edit أو أعرض محتوى صفحة الـ Edit عليّ بـ مثل ما عملنا مع الـ Grid فهو مكون من مكونات List View الكاملة List التي فيها الـ Grid سأنزع الـ Grid وأضع Pop Up أو أنتم أحرار بعد ذلك في CSS أو بوستراب ستستطيعون تغيير الواجهة إلى Pop Up أو عوضة أن تكون جزء من النافذة وقمت بربطها مع User Edit في User Edit الآن صفحة User Edit مجرد Input Text هي مجرد Input Text أوكي؟ فربطت الـ Input Test مع User First Name والـ User Last Name لكن متى في حالة الـ Edit عندما أضغط على زر الـ Edit يكون عندي User محدد سأشرح لكم كيف نحدد الـ User وعندما هذا الـ User المحدد من الـ Grid في السطر الـ Grid أرسلت له الـ ID الخاص به واسترجعته فعرضته هنا فأستطيع عمل Binding أو عرض محتوى First Name في Value ومحتوى Last Name في Value أيضا للـ Last Name وعند الضغط على Submit هذا عبارة عن Submit وعندي هنا Forms أعمل أشياء Mix لماذا؟ لأنني أريد منادات User في حالة Post أريد حفظ هذه البيانات في حالة Post إذن سأرسلها إلى السيرفر وأرسل معها الـ ID للـ User أقول له اذهب سجل الـ User وأخذ كل البيانات من الـ Forms إذن سنستطيع قراءة البيانات من الـ Forms والـ User ID من الـ URL أوكي وبعد ذلك أعمل الـ Refresh لـ User Content User Content يحمل كل البيانات أوكي هذا عن الـ Post نذهب الآن إلى كيف قمنا بمنادات الـ Edit وكيف قمنا بمنادات الـ Answer في الـ Grid عفوا في الآن مستوى الـ Grid نجد أنني بنفس طريقة الـ Delayt بنفس الـ URL لأن هذا هو الـ Delayt لكن هذا هو Put هذا عملية Redirection يعني أخترت كلمة Put فقط لأنني أريد التغيير لكن هي ليست فعلياً Put بل أنا أريد فقط أن أرسل الـ Action من نوع Put كي أخالفها على الـ Delayt والـ Get والـ Post التي تعمل Save فأرسلتها هنا وأريد أن تعمل Refresh لـ User List عندي Div User List يحمل الـ Grid في الـ Grid فينزع الـ Grid ويضع محتوى هذا الـ Action ماذا سترجع لي الـ Action Put هذا عن هذا عن Edit أما عن هنا New أو Add بنفس الطريقة لكن قلت له Put أيضاً لكن أرسلت له ID يساوي للسفر لأنني New أريد إضافة حقل جديد سجل جديد وسجل جديد لا يحتوي على ID أما هنا فأرسل له الـ ID المحدد لأنني أريد تغيير السجل الحالي فلذلك أكتب الـ User ID الآن على مستوى الـ Controller ماذا كتبنا لحد الآن قلنا أننا عندي User Action وهي الـ Get هذه الـ Get التي تأتي بجميع الداتا وترسلها عملنا الـ Delayt الـ Delayt التي تقوم بالحذف التي تقوم بالحذف والـ Action الإفتراضية التي تنادي إلى صفحة الـ Index أوكي بقي الـ Edit وهي من نوع Put والـ Post وهو من نوع Post الـ Post عندما أضغط على Save ماذا سيحدث؟ سأقول له خذ البيانات من الـ ID خذ الـ ID من الـ URL وخذ البيانات أيضا من الـ Formular وإملأ هنا لاحظ أنني قلت له Open لـ Query Find Key يعني ابحث عن السجل المحدد عن طريقة الـ ID التي استرجعته ضع الـ Query في حالة Edit ضع القيم الجديدة وأعمل Post Save هذا بالطريقة القديمة أو الطريقة العادية لبرمجات الدلفي لكن لو كنت مكانكم أو كنت في مشروع أنا لن أستعمل هكذا بل أن أستعمل أنشئ Object من نوع User أضع محتوى الواجهة في هذا الـ Object في حقول هذا الـ Object ثم أنادي Method أقول له Update User أو Add User الذي هذا الـ Object أمرره أذهب إلى الـ DB Context لأنني أريد فصل لا أريد الوصول إلى قاعدة بيانات من هذه الصفحة بل أريد الفصل في الـ DB Context أنشئ Method من نوع مثل ما عملنا مع Select By ID يعني أرسلت له ID و قلت له أعمل Select و أرجع لي الـ User المحدد هنا أيضا في الـ Delete قلت له إحذف هنا أيضا في الـ Update أقول له Update و أعطيت له هنا الحقول هنا في هذا الـ Object فيقوم بتغييرها و يعمل Execute و يرجع لي لابد أن بعد ذلك يرجع لي القائمة أعمل Get للقائمة عوضة أردت أن أبسط لكم لذلك استعملت الطريقة الكلاسيكية لأنني أرى أن الكثير يستعمل هذه الطريقة الكلاسيكية في البرمجة فأنتم أحرار أعطيتك بالطريقة الـ Object والطريقة الكلاسيكية الطريقة الكلاسيكية في حالة الأنسرت الآن كيف أتأكد أنه أنسرت أم لا هو الـ ID إذا كان عندي ID يختلف على موانزان فهذا معناه أندي ID محدد فهذا update أما في حالة الأنسرت أعمل أنسرت لماذا أعملت Open مرتين الـ Open إذا أعمل أنسرت أضع الحقول الجديدة ثم أعمل Post يعني طريقة عادية وكلاسيكية في برمجة الدلفي بعد ذلك هنا ألاحظ جيداً أنني مضطر أن أضيف div للـ Parent للـ User List لأنه لا يكفي هذا عندما يعمل update للمكونات يفقد لأنه يعمل شبه replace فيفقد الـ Parent لأنني أعطيت له قلت له الـ ID عن طريق الـ Ajax عن طريق الـ Axia Mix قلت له الـ ID User List قم بتغييره فغيره فأفقدته من الواجهة فأنا مضطر إن أضيفه في كل مرة لو لاحظتم أنني دائماً أضيف الـ Parent لأنني أفقده في كل مرة أعمل أعمل يعني refresh لـ Component هذا عن الـ الآن في الواجهة شرحنا الواجهة هذا كل شيء لم نترك ولا شيء سنعيد نعمل تجربة أولاً صفحة الـ Index صفحة الـ User List عندي قائمة من الـ User List أعمل Delete كما تلاحظون هنا سأفقد لأنني لم أراقب كل المكان وضعت فيه الـ Parent وعندما أعمل Edit تظهر لي هذا السجل أقوم بتغييره أعمل Save يتغير هذا الشجل في قاعدة البيانات إذا ما أردت أن أعمل Add أضغط هنا وأكتب السجل الجديد وأعمل Save ويظهر السجل الجديد هذا عن Update و Delay و Unsearch نعيد بصفة سريعة نبدأ بالـ Grid View والواجهة لاحظ أنني عندي مشاكل في تحرير الذاكرة فلابد أن كنت حريش جداً عندما كنت مبرمج دلفي في هذا الأمر لأننا ليس مثل الـ .NET عندي الذي يعمل مسح لذاكرة من الـ Object الذي تخلف فالدلفي لابد أن تحرر الـ Object الخاص بك لوحدك فانتبهه جيداً غلق الجداول غلق القاعدة إلى آخره فكما تعلمون هذا مثال بسيط جداً كما قلت لا جوجة الدكومنتيشن كافية لكن استطعنا الحمد الله أن نتقدمها جيداً لأنني عندي خبرة في الـ والأمر يشبه كثيراً الـ إذن في الـ Grid عندي Grid فيه Edits هنا و زر الـ Edit و زر الـ Delete و زر الـ و زر الـ Add فوق أنادي في كل مرة هنا عن طريق الـ أشياء ميكس URL اسمه يوزر أمر له براماتر سفر إذا كان نيو وأمر له الـ ID إذا كان Update وأيضاً الـ Delete أمر له الـ ID كل ميطود بنوع فدلات عنده ميطود من نوع دلات الـ Edit هو من نوع يعني هذه اختيار اختياري الشخصي أوكي الآن الـ User الـ User هو قائمة يعني الـ User هو واجهة معلومات ويعرض ماذا صفحة الـ Grid التي كنا في داخلها وبعد ذلك صفحة الـ Edit عندما نضغط على Action اللي هي Edit تعطيني هذه الصفحة هنا الـ If إذا كان الـ User يتوي إلى نيل أو فمعناه يعني أعرض لي نيل